وإلى البورصة المصرية حيث ارتفعت مؤشرات السوق بختام التعملات ورباح رأس المال السوقي 734 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 593 مليار و800 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر اي جي اكترس اليوم عند 8657 نقطة ليغلق عند مستوى 8670 نقطة مرتفعة بنسبة 15 من المئة في المئة أما على مؤشر الشركات المتوسطة الصغيرة اي جي اكترس فقد فتح اليوم عند 1659 نقطة ليغلق عند مستوى 1669 نقطة مرتفعة بنسبة 57 من المئة في المئة أما على مؤشر الشركات الأوصى نطاق اي جي اكترس فقد فتح اليوم عند 2442 نقطة ليغلق عند مستوى 2454 نقطة مرتفعة بنسبة 48 من المئة في المئة من الورصة المصرية إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي سعر شراء وصل اليوم من 18 جنيه 82 قرشا سعر الباية 18 جنيه 92 قرشا عني اليورو 19 جنيه 16 قرشا وتسعة عشر جنيه 28 قرشا بالنسبة لسعر الباية نصل للجنيه الاسترلني 22 جنيه 37 قرشا وسعر الباية 22 جنيه 51 قرشا من نسبة لأ العملات العربية نبدأها معكم من الدرهم الإماراتي والذي وصل سعر شراء اليوم إلى 5 جنيه 12 قرشا وسعر الباية 5 جنيه 15 قرشا وأخيرا الريال السعودية 5 جنيه وقرشا واحدا وسعر الباية 5 جنيه 4 قرشا